السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليبلينج في فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جدا 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 مهمة لكل الأشخاص باللعبة إذا أنت هلأ مبلش اللعبة ولا أنت قديم باللعبة اللي هو القيتس القيتس أنا من الأشخاص اللي كنت بصراحة عم ممكن عم ملعب القيتس بطريقة غلط وممكن في منكم كمان ناس عم يلعب وكانوا القيتس بطريقة غلط هلأ القيتس اللي هو البوابة في عندك كثير بوابات من الإي للأس في منهم اللي عليهم ويش بيكونوا هدول سنجنوا وهو بيلعبهم إذا كانوا عليهم هدول هدول تلت وشوش معناها الهنترز إنها حيلعبوا هاي ما فيه شي طبعا القيتس بتعطيك كثير كثير متيريال تعطيك فيكتول كل الماتيريال اللي بتحتاجها مشان طول شخصياتك بس يعني بطريقة شوي قليلة جدا خاصة أنه انت فيك تلعب عشرة إلى 13 مرة حسب الفلاك بهاي أول شغلة الشغلة الثانية اللي حبيت أحكيكم ياها بهذا الفيديو أنه انت لا تلعب البوابات إذا ما كانت A و S فقط إذا انت ما عندك A و S إلعب B إلعب أعلى صعوبة فيك تلعبها لحتى توصل لمرحلة A و C ولا تلعب شي تاني غير A و S لا تقرب على B S إلعب A E C حتى لو كانت Red Gate حتى لو كانت Special Gate حتى لو كانت B Gate لا تقرب عليها طبعا هو فيه ثلاث أنواع عندك من البوابات البواب العادية تلعب دونجون بريك اللي هي أنه انت بتلعب مرحلة دوت بوس وبينزلوا صحابك معك كانوا عم يلعبوا لحالهم ال S رانك اللي هو بتكون Red Gate بتعطيك موارد غير وكمان انت بتلعب لحالك سوري بتلعب مع أصدقائك أو لحالك هي أول شغلة ليش الفرق شو الفرق بين ال B وال C وال S من أي ناحية ال A بتعطيك موارد جدا رائعة وال S بتعطيك موارد جدا رائعة أما ال B وال D وال C ما بيعطوك جوائز حلوة مثل ما ترون هلأ هون لا بأس فيها الجوائز ما رحل لك سيئة هون لا بأس فيها بس أول شي شوف ال Experience هون تعطيك 1668 هاي C ال B بتعطيك 1700 هاي 100 زيادة Experience هاي أول شغلة ال B هاي بتعطيك 1700 شوفوا ال S بتعطيك 1860 فيك دول قريب ال 2000 غير هيك كمان لما انت تكتنجي تعمل لماين لهي لل S رح تعطيك جماعة بقى تخيل انت باليوم تعمل عشر اسات هاي معناها انت هي بتعطي اعتقد يا جيم يا جيمتين هاي عشرين وحدة هاي عشر جيمات مجانا عشر جيمات مجانا غير انه بتعطيك هذا المورد هذا المورد جدا رائع بتعطيك زيادة منه بقى مشان هيك شوفه ما بتعطيك بقى مشان هيك لا تلعب غير ال S ليش انا تلعب ال A هلا المشكلة ما عندي A هون بس ال A في مورد جدا مهم كمان اللي هو اذا بتفوت على الشخصية وبتروح على ال Armory مشان تعرضها سلحتك وتاخد جوائز وتاخد باور زيادة بدك من هذا المورد هذا المورد بس بيطلع من ال A رانك واعلى بقى مشان هيك لازم تلعب ال A رانك مشان تاخدهن فنصيحة مني لا تلعبوا شي من ال Gates غير ال A رانك وال S رانك الباقي عمله ريسكان ما لقيت استنى هو 9 داية اعتقد او 10 داية استنى 10 داية واعمل ريسكان لان شو بعمل بلعب واحدة مثلا هون هلا ما فيني لعب غير هاي بلعب بخلصة ما عجبني شي بعمل ريسكان ما عجبني شي ابدا ولسه باقي 5 داية ولا 10 الى ريسكان بروح بلعب اي شي تانى او بطفي اللعبة وبروح بعد 10 داية ولا نص صاعة برجع مرتين بعمل ريسكان عجبني بلعب ما عجبني ما بلعب عرفتو كيف بها هاي الشغلة جدا جدا مهمة ولازم انتو تعملوها عرفتو كيف يعني هون لو بتلاحظوا انا عندي بي لانو لانو البي هاي كنت بس بدي خلص من قبل ما انام مبارح بس بدي خلص من المفاتيح اللي عندي عملت بي بس ما رح اعمل من يوم ورايح غير بس اس و اي فقط لا غير والاس هو افضل شي لانو بيعطي جمات الاي ما بعرف اذا بيعطي جمات ولا لا بصراحة بها هاي الشغلة ولا هاي هي شرح البوابات لا تلعبوا غير البوابات اس وحاولوا كمان انو هلأ بك تلعب الزرقة الزرقة انو متل ما تكم تعطي موارد غير البريك دنجين وغير اللي هو الاس دنجين مشان هيك بابك تلعب الثلاثة مو بس تلعب الريد دنجين او ريد جيت لا بك تلعب الثلاثة وخاصا انو انو انت بدك تلعب الثلاثة مشان هذيك المورد وكمان مشان انو تاخد تاخد شادوز اذا انت شادوز تبعاتك خالصي عرفتو كيف هاي هي الشغلات المهمة اللي لازم تعرفوها بالنسبة للغيتس وطبعا في مهمات بالشالنج بيقلك مثلا انو لازم تلعب البريك دنجين ثلاث مرات البريك دنجين اللي هي هلا تعاليها اللي هي الغيت او البوابل بنفسجية هي البريك دنجين اذا كان لازم تلعب الريد دنجين بقى لازم تلعب الدنجين الحمراء هل تعرفو كيف؟ تلعب دنجين بريك هاي هي البريك دنجين الريد قيتها هي والقيتات التانية بيكونوا شغلات عادية بقى نصيحة مني لا تلعبوا غير اللي تلكن عليهم بها بس هون بكم سنة هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع السلامة